فضيلة الشيخ هنا فيما يخص الوقف الذي يعود على ذي القربة سؤال مهم من الأخ عيسى الرحبي يسأل عن الوقف الذري أو الأهلي وضمن سؤاله رواية عن الخليفة عمر العزيز رضي الله عنه أنه أراد مراجعة الأوقاف التي أخرج الناس منها النساء بداية ما حكم الوقف الذري وهل هناك من أوجه ضرر ينبغي أن ينتبه لها في الوقف الذري وجعالج نعم فيما يتعلق بالوقف على الذرية إن كان على سبيل الإيصاء فهو داخل في حكم الوصية للوارث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقد رأينا الكثير من هذه الأوقاف فيها حيف على بعض الذرية إذ غالبا ما تكون للذكور من الذرية دون الإناث نعم وقد بلغ الحال في بعضها حتى لتلك التي يستقر الحال على إمضائها مدة من الزمن أنها تأول إلى تنازع وتخاصم بين الدرجات فالدرجات المتقدمة تريد أن تحوز والدرجات المتأخرة مع وجود من هو أعلى منها درجة تريد أن تنال نصيب مورثها أو سبب استحقاقها وصيغة الوقف لا تكشف عن الطريقة الصحيحة التي عليهم أن يتقيلوا بها إذا كانت الصيغة تسمح بذلك ورأى من العلماء من رأى إجازة هذا النوع من الوقف فحينئذ تكون المسألة أخف ضررا نعم لكن القول الراجح أن الوقف على الذرية إذا كان على سبيل الإيصاء أنه لا يصح لأن حكمه حينئذ حكم الوصية للوارثة نعم أما إذا كان وقفا منجزا فحينئذ لا مدخل للقول بأنه داخل في الوصية لأن الواقف جعله وقفا منجزا حالة حياته أي أنه حيز حالة الحياة سبل ذلك الأصل وجعل منفعته على ذريته حالة حياته فكما أنه يصح له أن يهبهم حالة الحياة لا يمكن أن يقال بمنعه إلا إذا ثبت حيفه وجوره على بعض الذرية دون بعض لأن تصرفه حالة الحياة في ماله كما تقدم مشروط بشروط شرعية فإن كان سيعطي ولده فإن عليه أن يعدل بينهم كما في حريث النعمان بن بشير قال أكل ولدك نحل قال لا قال اذهب فإني لا أشهد على جور أو إذا كان لنسائه فيجب عليه أيضا العدل بين نسائه ثم عليه أن يحكم ما يتعلق بصيرورة هذا الوقف بعد الجيل الأول من ذريته بحيث يراعي العدل بينهم أيضا فإذا أمكن له ذلك فلا إشكال ولذلك نجد أن من أوقاف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى على ذلك طائفة من السلف أنهم لا يخصون بعض ذريتهم بالاسم وإنما يجعلون وصفا فمن افتقر منهم على سبيل المثال فله الأولوية أو من ترملت من بناته فلها الأولوية هو للأرامل من النساء لكن للأرامل من ذريته الأولوية في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقال بالمنع من مثل هذا النوع إذن الوقف الذري له أنواع وإن كان منجزا حالة الحياة يجب أن تراعى هذه الأحوال التي يتحقق فيها مقصود الواقف الذي ابتغى أجرا ممتدا وثوابا دائما وصدقة جارية مع حصول المنفعة للموقوف عليهم دون ضرر أو فساد والله تعالى إذن الوقف الذري الجائز هو ما يكون منجزا حالة الحياة وأن تراعى فيه الأحكام الشرعية ترجمة نانسي قنقر